الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين ذكر عطش الحسين عليه السلام السلام على الشفاه الذابلات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الغريب العطشان في أرض كرب وبلاء لا شك أن العطش في واقعة الطاف من أبرز الظلامات العظيمة التي أصابت قلب سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته وأطفاله ومن أوضح الأدلة على دناءة وحقارة وحقارة الجيش الأموي ولؤمهم وعدائهم للعترة الطاهرة فلقد بيّن مدى وحشية وقساوة هؤلاء الأعداء الذين حالوا بين الحسين وأهل بيته وبين ماء الفرات ومنعوهم إياه إن عطش سبط النبي وأهل بيته عليهم السلام يوم عاشوراء قد ترك لوعة في قلوب شيعته ومحبيه جعلتكم يذكرون عطشه وعطش عياله وأصحابه في صحراء كربلاء وعلى رمضائها اللاهبة ويلعنون أعداءه الذين ارتكبوا أبشع جريمة عرفتها الإنسانية وهم يمنعون الأطفال الرضع من شرب الماء وهذا ما ورد فيه من الفضل الكثير والأجر الجزيل الذي أخبر به الأئمة الهداة سلام الله عليهم فعن داود الرقي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه ثم قال لي يا داود لعن الله قاتل الحسين عليه السلام وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له مئة ألف حسنة وحط عنه مئة ألف سيئة ورفع له مئة ألف درجة وكأنما أعتق مئة ألف نسمة وحشره الله عز وجل يوم القيامة فلج الفؤاد نسأل الله الثبات على نصرة الحسين عليه السلام وإن يرزقنا شفاعته كما نسأله تعجيل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء وما هي إلا لحظات لحين الأذان وهي من أوقات إجابة الدعاء وقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله عز وجل يحب من عباده المؤمنين كل عبد دعاء فعليكم بالدعاء ارفعوا الأيدي على الرؤوس ورددوا الدعاء معا فهذا وقت الدعاء ومن الله الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه السلام وفي كل وليا وقائدا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا